السلام عليكم معنا الفاعل الجمعوي الناشط لاخل مدينة المحمدية كيفش تشوفي اليوم التطورة وكيفش تبعت في التطورة دي المجلسة السلام عليكم تحية نيضاليا والجمعوية مرحبا بالاخوة الكرام والاخوات الفاضلات وكل اصدقاء العزاء وكافة متتبعي صفحتكم المحترمة تحياتي معكم محمد حانين فاعل جمعوي حقوقي بمدينة المحمدية طبعا هذا شريط فيتين تفرجنا فيه كالعادة جينا تفرجنا في قاع الحلقات ديالو داكشي وهذا داز على اساس تصويت على ميزانيات مناقشات وتصويت على ميزانيات الفين وخمسة وعشرين هنا مش نواله لألفين وثلاثة وعشرين لأثنين وعشرين لأثنين وعشرين لأثنين وعشرين وده بقى غدي يصوته على خمسة وعنا عندي ملاحظة وغدي نجملها في هذا الشي كامل وهو أنه المستشارين كذلك راضيين جميع المستشارين ديالجامعة راضيين على الوضعية اللي كتعيشها المحمدية بحضورهم الآن وتصويت على ميزانيات خمسة وعشرين لو كانت فيهم ضرة غيرة أو لشوية نفسه على الأقل تانعوا على تصويت على الدورة ديالميزانيات خمسة وعشرين تيفكوا حرير تلاتة وعشرين وعشرين اللي داز اللي مش ننا من أوله هذه الملاحظة اللولى تانية الملاحظة التانية وهو أنه كيدونا على شي مشاريع وشي إنجازات وشي مصاريف وشي هذا احنا ما كينواله في المحمدية ما تدارواله ما اختدك شي اللي كيصرفوه مع الجماعة ولا الموظفين ولا الأعضاء ولا شي العيبة بحال ما كان اللي أنا قاعد ما بقيت انتبهت لها كان بزفت الملاحظاته كتير ودك شي بتفصيله بتدقيق ولكن احنا ما وخي قلنات شي احنا كانت إنه دابت تدخل هذا القرار للدخل الجهوي التدخلات والقرارات الجهوية وكذلك الوقوف على تنفيذ هذ القرارات جهوياً أما محلياً جماعة محمدية ما كانت لحد ساعة باقي ما غننتظروا من نتشي صحوة أو نتشي حاجة تحياتي 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 تفايل جماوي ونعشت داخل مدينة المحمدية كيفش كتبانك مدينة المحمدية فاتخة أواخر مدينة المحمدية رخلا وداروا لها التعبين شحان من مرة كل مرة كتحتضر وتموت تحتضر وتحتضر وتحتضر وتموت هادشي الكلام ماشي كتفايل كتنتعش شوية وكترجع لا أغامل الاحتضار والموت وكترجع من الموت على الاحتضار الاحتضار والموت هادشي اللي طالعه المحمدية تخلات تخلات بما يسمى مدينة الأموات ماشي مدينة الحياة هادي مدينة الأموات احنا كل شي هنا نعطيها تصيف هادي مدينة الأموات هادي كالصيفة اللي كانت عندها ديها المدينة الظهور وذك والرياضات آنيقة ماكينش دابة كل شي مات هنا يا رياضة مدينة الجفاف نعم محكم انك تود حية رشيدية نعم أطيني نبدأ للحية رشيدية والمعاناة دربة طبعا أخي الكريم ده طرحت إيه واحد سؤالة النقطة للسوداء بالنسبة لمحمدية والحي المتضرر جدا هو حية رشيدية بالنسبة لمحمدية اللي كيتعتبر أكبر حي وأكبر درد سكاني تماماية اللي منه طلعوا الأغلبية ديال هاد الناس هذو بالأصوات ديالهم مهمة لما عندنا التحاجة عندنا مرفق ديني اللي هو مسجد كمساجد الأحياء فقط اللي عندنا تماما حتى وحد دار المطالعة اللي عندنا تماما اللي كيتسمى مرفق تقافي واللي كانت ستحل هذي ونظن أنه تحل تهوز تعمله المسائل وهذا وتعطبه حد طريقة الواحد لناس غرباء على الجمعية ديال المنطقة وهذا وراه باقي ما شنا منه تشي حاجة من غير هذا الشي ما عندنا تشي مرافق بما يسمى المرافق القرب السوسيو الرياضية تقافية اجتماعية ما عندنا تشي حاجة في حي الرشيدية ولهذا كنظن بأنه حي الرشيدية قريبا سينتفضوا ضد هذا الإهمال والتهميش اللي كي يطال الحي ديالنا تحياتي هل يسبب للناس المسؤولين على رأسيهم السيد والي بالحي الرشيدية وأيضا العامل أمنات محمدية باش أنهم يحاولوا أنهم طبعا نحن عارفين بأنه كان قرارات وكان دابت تأخذ قرارات جهوية على أساس تنمية المناطق والمدون وكذا وهذه استعدادا لحدث المنتظر نتمنى أنه في أخذ هذه القرارات وبرمجة المشاريع أو الإصلاحات أو المسائلة لا ينسوش بحال مثل هذا الحي هذا والأحياء ودك شي لأنه ريلة نمى والأحياء الشعبية والتعطاء تدارا غادي يكون واحد المرضوضي يحسن وكتر إلا غادي تنمى وغير مسائل البينة والشوارع الكبرى أو المرافق الكبرى سبحاني سؤال أخي هذا كيف شك تشوف مدينة محمدية بنا القبيلين على مقربة من ملعب الكابير ديالبن سليمان لغاية أطلاطم فيه كأس العلام وعيضا من بني الكأس فراخر مدينة محمدية بخلصة بخلصة غدا قدام هاد المشاريع المزمعة إنجازوها ودك شي كتبقى المحمدية بهذا الوضعية مجرد قرية بعيدة نائية بعيدة على التنمية نائية على التنمية